السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله كو كان دبا غير الجامع يدير الدور ويحفظهم غير القرآة الكارم يعني القرآة الكارم راه هو العيمات دي للدين كله يعني لما كانش المدرسة خدامة يكون القرآة الكارم حد كنا كنشوف وليدي صغير ما زال بنتي الكبار من النشوية كتقرار بعد مرة مرة كتقرار من سنهار الجمهور هو رامدك سيمانا ديك السيمانا مقراش وهد السيمانا مقراش كتشوف الوليدات كي ضيعوا يعني هات الجامع تفارك الله عدنا بلوده الجوامع ويقروا لا قرآن لا تشي حاجة يعني كنقول دبا لازم كنوا يقرر القرآن فرأ أحسن حاجة يتعلموا الفاتحة يتعلموا دك السورات الكسار بعد ذا الاعلامي يقرروا بعد ذا في المدرسة وقرآن هو كل شي بالنسبة لي القرآن هو كل شي ودكتور هنا مكتبش لي قرآه ومكتبش لي دكتور مكتبش لي دكتور نكون احتآنا من ناسك يقرأه ولكن الحمد لله راني حفظوا حد الضركة دي القرآن نحفظوا حد السيدة الله يجازها الالف خير زهرة دعي معها الزهد الزهرة كد علمني ودير معي المجهود والحمد لله راني حفظت خواتي من باقرة كتغان تشكر بغان نحفظها والحمد لله حفظتها الحمد لله ويتصل لديها ودكتور الله يجازك بألف خير الله يجازك بألف خير لما عايق لي وانتقول لك عاشي حاجة طب منك تشعر الله يحفظك دكتور متنسانت بالدعاء ودعي مع كل شي مع المغاربة كاملين ممكن تأجمعين وبالمطارة دكتور بالمطارة يا ربي كريم يا ربي كريم شكرا لك للأم محمد شكرا لك وقد وضعت الأسبوع على هذا الجرح اللي كيعانوا منه الكثير من الأباء والأمهات الجرح دي الواقع التعليم ببلادنا الأولاد دينا والبنات دينا خصوصا في التعليم العمومي لهذا الضرفية هما قضعوا ضعوا كتير ضعوا هذا الجيل واحد الجيل واحد الفئة منهم اللي هما بدأوا من الابتدائي بدأوا بالأزمة دي الكورونا كانت أزمة كورونا وكانت تعليم عن بعد وهؤلاء ضاعوا في التحصيل العلمي عندهم تحصيل ضعيف لأن الفترة دي الكورونا تقريبا دامت سنتين كانت الدراسة دي لهم ضعيفة والتحصيل ضعيف لنا عن بعد ثم يالله تنفسنا السعادة يالله بدينا الحمد لله الوضعية الطبيعية العادية وترجع المياه المجاريها استضمنا بالواقع المرير دي الرجال ونساء التعليم خصوصا النظام دي التعاقد اللي الكثير من الأطر التربوية رفضته واعتبرته بأنه بأنه أسلوب غير لائق لا يضمن كرامة الأستد والمعلم وأن الأطر التعليمية تكون مهددة لا تشعر بالأمن والاستقرار وتطالب بتحسين الوضعية دي النظام التعاقد علاش لأن الميدان اللي خاصة الدولة تستمر فيه أكثر هو التعليم كل مكان المعلم وكل الأستاذ يشعر بأنه مستقر وعنده ضمانات في الوظيفة دياله يعطي أكثر ثم اطور الموضوع إلى أن صار حاليا أن القانون الأساسي دي الرجال التعليم اللي هو وضعة الوزراء والنقابة التعليمية تراه بأنه مجحف وأنه غير عادل لهذا دي مدة وبلادنا تعرف مجموعة كبيرة من المسيرات الاحتجاجية والوقفات اللي هي صارت بالألاف يعني مشي كواكب عبرة عن مية مية وخمسين رأى الآلاف عشرات الآلاف رأى أعداد كثيرة جدا وخلى جميع المتابعين يلاحظون ما ستفرز عنه هذه المسألة الضائع الأول هم الأولاد والبنات هم التلاميذ والتلميذات هم الضائعين الأوائل لأن هذا ولدتنا هذا المدة رأى ما قروله خصوصا في التعليم العمومي ما زال التعليم الخصوصي كتلقى كين وحد النظام كين وحد الإنسيابية كين وحد المواصلة في الجهود علاش لأن الناس دافعين للأجرى دافعين فلوسهم وكي طالبوا بالجودة وراهم غادين في طريق هناك كين تسألوا الناس ما هي الأسباب لهذه الصراع الأسباب هناك من يريد أن يقلص في قوة المدرسة العمومية لفائدة التعليم الخصوصي واشكين هناك لوبيات عندهم غارض كذا وكذا مشكل كبير هذا مشكل فيه مصالح ونقابات ولكن احنا كنبغي وإن شاء الله تعالى من المسؤولين يعرفوا بأن بلادنا هي أعلى من كل الحسابات ومصلحة الأبناء والتلاميذ هي الأهلة أبناؤنا هم فلدة أكبادنا تمشي على الأرض لا بد أن يكون المصلحة للوطن هي الأهلة والمصلحة للولدتنا هي الأهلة لا شك أننا نتضامن مع رجال تعليم ونساء تعليم كلهم لأن ضروري أن يكون رجل تعليم عنده واحد الاحترام وعنده واحد تقدير وعنده واحد المكانة بش يقدر يعطي لأن نحن رجل تعليم بالنسبة إلينا راه وكل شيء رك نعطيه أعز ما نملك نعطيه أولادنا ونعطيه أبناءنا وفل الأكبادنا نحن كنا عندنا ولداتنا ملكا نوصلهم للمدرسة كنشعروا بواحد الخشوع كتوصل للمدرسة وكتعطي للأستاذ والمعلم ولدك ولا بنتك كتقول لي ها هو بنيديك العار عليك ها هو بنيديك ها هو بنيديك وانت كنت مش يتقلب على طرف الخبز ولداتك رمع المعلم والأستاذ وعندك تتقى بأنه غد يعلمهم غد يربيهم غد يوجهم وكتفرح مليك تتقى ولداتك في آخر السنة جابوناتي جامزيانا مليك تتقى السلوك ديالهم حسن مليك تتقى أنهم عندهم معلومات إضافية قد قام كيتطوروا كتفرح أما نلقيتهم غير كيعبتوا بالتكنولوجيا الحديثة وكيضيعوا وقتهم قد تقول وإين نسير المشكلة للأم محمد النظام ديال التعليم ديالنا خاصة الكثير من المراجعات وخصو إرادة سياسية قوية من أجل الإصلاح من الداخل وخصو حد الروح وطنية ونضالية تكون متوازية قديما قالوا قف للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا كانت من المسؤولين على القطاع أنهم يبدلوا المزيد من الجهود من أجل تسوية الوضعية ووضع قانون أساسي يكون عادل وترجع المياه المجاريها وأن ننهض جميعا بالمدرسة العمومية إلى جانب المدرسة الخصوصية وأن نطور مناهج التعليم وإحنا الضرف يرى الأمة العربية والإسلامية كما ترونها رهتئين الموضوع اللي تكلمنا عليه في الأول اقرأ أمة اقرأ لا تقرأ وإذا قرأت لا تفهم وإذا فهمت سرعان ما تنسى هذا ما قاله أعداء الإسلام عن المسلمين إحنا نبين لهم العكس أن أمة الإسلام تقرأ وإذا قرأت تفهم وإذا فهمت تعمل ولا تكد تنسى لابد لك لعدنا وحدة الروح وطنية وحدة الروح نضالية وحدة الروح حضارية لكي نواكب هذه المسألة وإن شاء الله في الحلقات المقبلة نحاول ما أمكن أننا نساهم على قدر ما نستطيع في هذه الإشعاع من أجل تطوير مناهج التربية والتعليم وموازات مع ذلك تحسين الوضعية الوضعية دي الرجال من ساعة التعليم لا يمكن أن نطور المناهج لا يمكن أن نقلب الناتائج إيجابية والوضعية المادية للمعلمين والأساسية ضعيفة وخصنا الروح الوطنية نحن نذكر ملكنا صغر كانوا عندنا معلمين ومعلمات كانوا غاية غاية في التضحية غاية في التربية غاية في الروح الوطنية القدوة دينا هما أساسي دينا ومعلمونا قرروا في الطفولة قرروا مبادئ عن الصلاة مع المجنع والدين علمونا المعلم كالمعلم كيجيوق الصلاة وكيتوضع أمامنا وكيصلي بنا هما اللي يعلمونا الروح الوطنية كنوخوا في الساحة وكترفع العالم الوطني وكنسمعوا النشيد الوطني وكيغرسوا فينا القيم دي الروح الوطنية هما اللي يعلمونا القيم الإنسانية علمونا التضامون علمونا التساموح علمونا التعايوش هما اللي يعلمونا الكثير نحن نعيش بالروح ديانهم واحد العدد منهم الله يرحمهم يسلم الرحمات غدروا الدنيا وذهبوا إلى دار البقاء وربه أكيد يجازهم خير الجزاء هم لم يأخذوا حقوقهم يعني كانوا ضعيفهم ضعيفة ولكن كانت عندهم الروح الوطنية وكانت عندهم أن ربي عز وجل سيجازهم وكما ذكرنا في أول حلقة ماذا قال ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم ونصغير كنت نسمع هذه الآية الكريمة يقول لنا المعلم احنا لا نطالب بحقوقنا احنا عارفين بأن الله سيكرمنا الله كريم كل من كانت عندهم نية حسنة كل من كان صادقا في مهمته ونبلي رسالته حق على الله تعالى أن يكرمه وفعلا وانا كان نذكر كانوا عندنا معلمين كانوا يخذوا أجر بسيطة وكانوا صادقين وتبارك الله كان نشوفه وليداتهم خرجوا أطباء وخرجوا مهندسين وخرجوا تجار كبار طرح الله الباركة في الأولاد ديالهم هم مخدوش حقهم ولكن الله تعالى عوضهم في أولادهم وكانت عندهم الروح الوطنية قوية هي الأساس كانت منهم إن شاء الله المنظومة ديالتعليم خاصها زرع الروح الوطنية وهذا لا ينفي أن الحقوق لابد أن تعطى لأصحابها وتسوية الوضعية للقانون الأساسي وتسوية الوضعية للأساس المتقاعدين وأن نعمل جاد ديم لأن هذه بلدنا وهذه سفينة نحن كنا فيها باش نخرج إلى بر الأمان وأي تعطر سوف يكون تدعية سيئة وسلبية علينا وعلى مجتمعنا أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب مجيب السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله